موسيقى موسيقى أهلا وسهلا لبنات صحابتي الزوينات كديري اللبس عليكم كنتم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية وانتما تشاهدوا الفيديو ديال هاد النهار وكيف العادة نبدأ بكلمنا بصلاة والسلام على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحبا بكم معايا في نهار جديد وروتي جديد في يوم من يومية رمضان كنتم تمنى ان شاء الله تزوينا معايا ويجبكم الفيديو ديال هاد النهار وكيف تشاهدوا بتي سمعكم تصوير بهذا المونت الضيمة بزاف ديال البنات كيسولوني كافة تعليق كيقول لي فاطم الزراء ذلك المونت الضيمة التالية اللي شريتي شركيها معنا وش مدرتي فيها صراحة البنات أنا مدرتي فيها شي حاجة ولكن اليوم اقلت غدي ندير فيها هاد القراعي هادو اللي كتشوف حطه هادوك القراعات اللي كتشوفت معاكم مرقيت فين نديرهم وحطهم غريت من مرض الأرض والصراحة جاي في ذلك البلاسة معك لك كي لا بغيت نجب دا دك سطولة ديال الطحين نصيب شي حاجة قصني دائما نحيدهم حتى نجب الطحين وعاود نرد الطحين وعاد نردهم هوم مقاكا اللي عب جبد رد جبد رد كون نهار نجبدهم ونعاود نردهم كنقول نهار نطيح شي قرعانة هررسها ما عارقكم معارفين يوميا كانت تستعملوا يوميا اللي عجينا وهكا كان قيل مهم دابرا نرتبتهم في ذلك الطبقة الأول كي تشوفو جاهم زيانين وفي الطبقة الثانية كانت عندي واحدة الشي محطة وطف الأرتاهية تماما فهديك كانت شي طليا فيها شي حاجة ديالتقديا وحل بكي دقاتي شي حاجة ديالطون مهم الشعرية الصينية قلت سعليش مانديرهم بشتهم هنا ونحيدهم من طريق وذلك المول ديال السيليكون كانت تحتاجه كثيرا مع ذلك الشبكة ديال الخبز وحتى تقريبا ما نهزو اللي فوق كل مرة أو ثانين ديال الكورسي ونخرج أما في الطبقة الثالثة ارتبت في ذلك الشي ديال الفطور الذي يحتاج إلياس فرماج شكولات شكولات ديال الحليب كي يبقى وقرة بحدايا كل أصباح وزدك الرلو ديال ورق المطبخ وهذه القرعة هذي تايخة ويخشيزات الماء وصع فيه كان هذا وشكل ديالهم بعد مما عمرته مهمة البناتة الشراغي مؤقت مغالي يبقى فيه دائما ذاك العسل دبيسالي مهم ذاكت قلية ذاكت تهية مهم كل مرة ما نقوم بقى وصع فيه أنا في الأول كتبة نقوم بقى القراءة اللي دائعة في البلاكار ديال العطرية ولكن جوني ذاك القراءات صراحة شدين بلاستهم تماما واخدينش لياشي اسباس ولا مضيقين عليها وزيدون ما نحتاجههم يوميا عندي ذاك القراءات الصغرية حتى نقوم بعملهم مرة 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 لكي قلت بلا لا نزيد نزحمهم هنا خلي هذه المنطمة نستعملها ونستعملها بشكل يومي وتكون قريبا ليا مهمة البناتة هانية نظمت فيها هذا الشيء مهمة البناتة سوف نبدأون مهمة أول شيء سوف نبدأ معكم سيجار يأتي في المقار ومشيون بحيلا مصايبينهم ونحن مصايبين غيب العجينة المسمن مهمة البناتة سيحتاج ثلاثة كيسان في المنطقة سوف نفعل ثلاثة كيسان الخاصة بالحلوة والتي تضرب سوف نزيد مغلقة زيت قبصة الملحة على حسب الطوق قبصة السنية مصايبين وعندما رأس المعلقة صغيرة وخمارة وعندما وخل تقريب أن معلقة معه من جميع ونجمع نقوم بتضيف الماء بارد في الماء نجمع العجينة بمقال ثم نزيد الماء نضيف الخامج خني تشبه بعدها نضيفها نضيفها بمقابل خشوة استخبره بلستيج ونضيف ترتاح نضيف للشوهم الكبدات القطعة صغيرة من الطبق قبضة لتصعب نضيف جد بلد ثم نضيفة الحوش تقضي شعرية صعينية لأجل معرفة شعرية سوف يأتي بشعرية الصينية أكثر من الكبد والبصلة سوف يأتي بشعرية الصينية سوف يكون هناك المرطة ونضيفها ونضيفها حتى تطلق مقطعها في مقصقة صغيرة ثم نضيفها سوف نضيفها حميرها تماما بودرة لبزار سكين جبير وصفة الصوجة ونحركها جيدا سوف أقوم بوضع ثم نضيفها وقفتها كبيرة صغيرة لكي لا تصبح تطلق ونضيفها قليلا نضيفها قليلا لنضيفها وعندما نضيفها نضيفها بشعرية الصينية نضيفها بشعرية الصينية ونقسمها على جوج نظيفها ثم نضيفها ثم نضيفها سوف نقوم بها جيدة جيدة ثم سوف ندهنها جيدة بالزبدة سوف نطويها على 4 عجينة سوف نقسم العجينة على جوج لكي نقوم بشكل صغير سوف نطويها على 4 عجينة سوف ندهن المحل فعلاقية الولوجودة سوف نقوم بشكل صغير الولوجودة بالزبدة وموضع سوف نقوم بشكل صغير نقوم بشكل صغير نحن نقوم بشكل صغير ترى قليلاً فعلاقية معجونة ونشهر لذلك سوف ندخلها في لطن الزيت سوف نعود أخرى نأخذ العجينة ونطلقها جيدا نحاول أن نطلقها جيدا ونستعن بالزيت لتطلق بكل سهولة ندخلها بعض الحشوة ونرد على الجناب نقوم بشكل عادي نضعها في لطن الزيت ونستمر بطريقة حتى نكمل الكيمية كاملة للكويرة الصغيرة ثم نكملها كاملين هنا يوجد صفر بيضاء ونضع صفر بيضاء ونقوم بصفر بيضاء نضع صفر بيضاء ونضع صفر بيضاء سوف أحمد الصفر بيضاء ثم اضع الجناب ونضع الصفر بيضاء ونضع الفران أحضر رائعا ونشوص فران التاميم ونقوم بطريقة نضع السجنة نحاول نسرحها قليلا و نزيد و نطلقها جيدا سوف نطلق بكل سهولة حيث سوف نرتاح و من بعد نقطعها على تسعود بهذه القطعة البيتزا نقطعها بالطول و نقطعها بالعرض نأخذ قطعة واحد المربع و نضيفه الحشوة و نضيفه الجنيبات نضيفه الجنس و نضيف المربع و نضيفها الجنب و نضيفه الجنس ومن بعد أن يكون ملشهم كاملين بنفس الطريقة حتى يجعلهم بصفرد البد وفي الأخير سوف نفلحهم ونفعلهم أشريطة بعد قطعة البيتزا أو شيء يجب أن يكون ماضي أو زوزوار بهذه الطريقة لن أعطيهم مشكلة جيدة وسوف ندخلهم حتى يكون الفراني طيب هذا هو السيجار بعد أن أخرجهم الفران سوف نرى البنات التي يأتي في العادة سمع البنات على القرمشة يأتي بمقرمشين مقرمشين كثيرا حتى يصيبونهم في الورقة أما الحشوة الكبداء والبصلة والشعرية الصينية تأتي جيدة جيدة كثيرا وحتى هذه البنات التي أصيبناهم بطريقة آخر سمع البنات على القرمشة ويجب أن يكون مقرمشين ويجب أن يكون مهلا لا يستطيع الوقت ويقوم بإقصادات ويقوم بإقصادات وغير العجينة المسمنة ويجب أن يكون هناك شيئا على أحد 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 أعرف يجب أن نفط بلها الأفطر ويجب أن يكون ملح جيدة ويجب أن نصيب معكم سيمنات تفاح للعضل ويجب أن يكون مقادرتهم السهلين وضع الكيسة من أطلق من الفرسر طب وضع الكيسة عنب وضع صشية لباني معلقة صغيرة حمارة وضع خمير الفورية وضع راس المعلقة ومالحة الملحة ومعلقة كبيرة العسل وعندما لا يوجد العسل نقوم بقية معلقة ذبدة وعندما لا يوجد الزبدة الإضافة إذا لم تكن لدي الزبدة فقط مستمر الزبدة سوف نجمع المقادر كامل لدينا البنات المعادئ سوف نجمع العجين سوف نجمع المقادر كامل سوف نجمع المقادر كامل سوف نضيف المقادر كامل سوف نجمع العجين سوف نجمع العجين و إعادة الرخامة لا نقوم بأخدام الشكل سوف نجمع العجين و نجمع العجين سوف نغسل و نعيش ان نجدها ونجدها او نكملها نجد تقديم الاجينة اضمت بلاتود اضافة نضمت بلاتود الأقوة نقوم بصدقية ونقوم بقية نضم بلاتود نقوم بلاتود نحن نسرعها جيدا نضيف زبدة 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 ثم أخذت 4 تفاحات حتى يكون حجمهم متوسطين لا يكونوا صغيرين و لا يكونوا كبيرين لنقشرهم بهذه الطريقة نقطعهم في الأول ثم نقطعهم بشكل دائرة نحاول هذه الدائرة لا تكون رقيقة كثير من القياس و لا نقلقها كثير من القياس في هذه المرحلة سنحيض نحيض الزري على الوسطانية التفاح أنا هنا يغيط طراب هذا العاد يضاوي لي لدي حيط له هذه الدائرة على هذه الشكل يمكن أن تحيض القلب إلا عندكم استعملها لديكم أي شيء عندكم في الدار تكون كبير دائرة تكون دائرة صغيرة وهذه الطريقة المهمة التي ترى في الفيديو سوف تقوم به هذه التفاحات لتحيض القلب الوسطاني وهذه الطريقة مهمة لبناء سنعيث لا نرى نظور في عيني بنت لي غير فضطر بهذا اليدوي لديكم بحالة طراب كتحيض اللي يدو استعملوه أو لا استعملوه كشي شي هذاك البوق أو لا مهم أي حاجة انتو ما عندكم هكا في الطع اللي على شكل دائرة و تكون دائرة ديالها صغيرة تحيضوا بها هذا القلب ديال تفاح أو للمحقون ولا الدواز دواز باش كندوزو كزيت في القراءات ديال الزيت تهادك ذاك الرأس ديالو تقطعو به هذا القلب ديال تفاح بمهم هنا عن بعد ما ثلاثه المثال cup يعني أخذت اسم تبصيل دارت فيه قربة قربة ونسبتسي بسندة قصرات القصرات كبيرة و إذا تمعوهم فصل على فتحة الفاني فاني وسنيدك ي 돌ارتهم نسمى زوينة كنت تشوفوا اني أخذوا نعمد قطعة المثال و تنسبت عن قطعة كنت نسرحها تكريبا أمدقى قطعة الصغيرة كنت ننشفح قربة وكنت بسندة الفاني وكان طويها على شكل ضرف بحال هكا ونعود معاكم محدة اخرى كان ناخد واحد المسيم منها كان سرحها شوية بيدتي ما كان خليها شغلا يضافة بزاف وما كان نرقق هكذا كتر من القياس كان ناخد واحد لقاتع دية التفاح كان نحطها في الوسط كان نرش شوية دية القرفة شوية دية سانية دالية من السسما بالفاني باش كي يتعس للتفاح وكي اعطي واحد المادا قزوين وكان طويها المسيم منها على شكل ضرف وكان نبرق بصبع الوسط باش ما تتحلش العجينة بعد ما كملتهم كاملين بنفس الطريقة مهمة البنات في ذلك البريصة الوسط فين كتليكم اعتبركم زيان بصبعكم باش ما تتحلش العجينة انا عندي هنا هاد الفواكه المعسالة غادي نزين بها عندي فواكه حمراء وخضراء ويمتما الى ما عندكم شا البنات ممكن ديروا كوكاوة او لالوزة وإلى ما عندكم لا كوكاوة او لالوز كتخليوا بحاله كاكخاو كتخليوا بشيء حتى تطيبوا هاد المسيم منها حتى يطيبوا وتخرجهم الفران وذلك التقيبة التي تبقى الوسط تعمرها بالفوتير اللي عندكم دي المشماش ولا دي الفرز تاوارها كي يطيبوا حتى شكيل لزوين وهو البنات من بعد ما خرجتهم الفران تاهمهم محمرين مهمة البنات كيف تقبل راني دهنتهم بصفر دي البد اللي مع شوية دي الخل كندهنهم مزيان من الفوق من الجناب وفران كندخله كيف يطيبوا كيف تطيبوا بذلك السيقار فران كي يكون سخون كنطيبهم من التحت كنشعل عليهم غيم من التحت حتى كنشعل عليهم الفوق كي يكملوا الطياب ويتم تحمر وبنسبة لزين زينتهم بجرد الطرق هذو اللي فيهم فوكه المعسلة باللون الحمر درت لهم شوية دي السكار غلاسي درتوا في صفايا ودرتوا فوق منهم كي يطيبوا شكيل زوين وهذو اللي فيهم فوكه المعسلة باللون الخضر دهنتهم شوية دي السكار أو النطج لديكم كي يطيبوا لديهم نمعة وزينتهم من الفوق باللزء فيلي وهذا وشك النهائي هم البنات سيأتي مقرمشين ولدادين ومعسلين من الداخل جربوا هم البنات وان شاء الله سيعجبوكم وهذا يوجد حريشة صغيرة بالفرماج والزيتون والزعتر يجبون البنات غزالين ملحة وجمل ضغفت الثلاثة الملحة تناول الفرح نقوم بالفرح قليلا ملحة قائص ملحة حلوة صغيرة الخميرة حلوة صغيرة ثانية ثانية خميرة المعجونة سوف نجمع الناوش في الأول سوف نزيد حتى الزعتر سوف نقوم بشكل جيد ثم سوف نزيد نصف نصف المخلط بين الزيت والزبدة سوف نزيد ونبسس ثم سوف نزيد الزيت في المدينة ثم سوف نستخدم الماء ونصف نزيد ثم سوف نضيف الماء ثم سوف نزيد سوف نزيد سوف نزيد سوف نزيد و النزيد لدينا المزيد هذه الخيطة لا تستطيع المشارجور يجب أن نقوم بحرشة كم يجب أن نقوم بحرشة كم يجب أن نقوم بحرشة سوف نقوم بحرشة سوف نقوم بحرشة سوف نقوم بحرشة ونقوم بحرشة سوف نقوم بحرشة سوف نقوم بحرشة سوف نقوم بحرشة هنا يوجد غلاقة وليس لديك الإطار لديك الإطار سوف نقوم بحرشة سوف نقوم بحرشة نعود نفس الطريقة و نحلها قليلا و نضع قطع الفرماج و نضعها كبينيتي و نضعها في السميدة و نضعها في هذه الغلاقة و نصرها جيدا و نحيضها و نضعها في المقلة و نضع طريقة الطيب و نضع طرسهم جيدا و نتحمرهم و نقلبهم مع أشياء أخرى و نحيضهم و نحن المقلة و من م quoكته و نضع حرائشات المستعدة أختار فنين و هشاشين و نحن الزيتون و يضع حرائشات المستعدة و نستطيع الفرماج المستعدة لكيف اصل قليلا و نضعها من المزل و نضع مضاعي و نحن المزل المزل مزهور و نضع حرائشات المستعدة هي العصر حتى هو غاد نشاركه معاكم مهم شنو غاد نحتاج فيه كتشوفو خيارة اللي تكون شوية كبيرة ليمونة حتى هي شوية كبيرة تفاحة وحامضة هادو صغير ورين صافية البنات غاد ناخد الكاس دي المولينيكس غاد نقطع فيها تشي كل شي كل شي مهم الخيار غا نقشره تفاح الحامض كل شي غاد نقشره الحامض وليمون غاد نحيد منهم العظام قطعتهم كاملين هكا قطاع صغيرة غاد نزيدهم في الكاس دي المولينيكس ونزيد ساندة مهم القياس انتم مع الحساب الحلاوة انا غاد ندير ثلاثة دي المحلقة كبار دي الساندة وغاد ندير يطلو اللماء غاد ندير غير نصدابة تنطحنهم مزيان عد غاد نزيد نص الاخر اللي بقى ومن بعد غاد نصفيه بنت ليغي هاد الكاسرون هادية اللي خوية قدامي غاد نصفي فيها وانا كان صفيه غاد نزيد الباقي دي الماء ومن الأحسن تطحنوا هاد الفاوكيه مع ديك الخيارة يكونوا باردين مزيان باش كي يجاد العاصر منعيش وكي يبرد حل القلب هذا صفيقالي غنوج الطبيلة دي الفطور قلت غادي نجيب هاد صالامون جاي اللي هنا اللي بيت ونفطره عليها نبدل قليسة عود شوية ويمهنا يراني كان دي لها واحد لاناب اللي جديد واحد القلع دي الميك اللي جديد حيث ديك القريط العليعة وتفراس ودرس هادا دير بحل اللون دي اللي عود دير بحل دك الورق اللاسق وجه الصراحة اللون دي يلوزوينه كمع الطبيلة والكراسة موسيقى هاي 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 عرافة طيم الزهرة شوفوا البنات كيف الزوقت الطبيلة وقديتها نشو ميلا لدك الشيء مقينتك ودك الشيء صري مقاد انتو ما كنتشوفوا ديك اللي عباش كنحط تزيد ثلاث طبي صلات ديال هادرت فيهم طمر شبكية وسلو هادو هما ليسيقار اللي وجيت معاكم العاصر زوقت بعمل كاسب دك الطراشة ديال الحامض لا حريش عطيها يحطيتها في هاد اللي عبه هدي ضايرة ديال العود انتو ماي اللي بنات شوفوا شوفوا الديسير وقتكم شوفوا الديسير فين درتو بحل شوة قل لي رجلي كلينا وشبعنا فكرينا كلينا ديسير بحل شوة ويقطع تسويه لها الخوخ المشماش البانان التفاح لذلك الشيء اللي عندي وقديته يوم يمال بنسبة لغيره كشكي ديال طبيلة ماشي يوميا نفس الديكور نفس الشكل قلت مني اجبت جبتها الطبلة هدي جينديرو شي حاجة كلي مغايرة اه 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 صراحة كي اعجبك الحال ان اعجبني حال فرصة يبتك تطبي لها وخريدك شي عادي وانا كي مني كتزوقيا وكتحلق عليها كي اعجبك الحال مهم برافوليا يكلب بنات كينا ولا ما كيناش مويمة البناتة ديال طبلة ديال هاد النهار اه شاركتها معاكم كانت مني اعجبكم وكانت مني اعجبكم الوصفات اللي شاركت معاكم حتى وما هاد النهار هناك يوصل الفيديو النهائي وكنجلكم الى اللقاء تنطلقوا في فيديو اخر ان شاء الله وبصحة انتم مفتركم